بسم الله الرحمن الرحيم والذي أدى إلى سشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء وتأتي هذه إجراءات معرفة المقصرين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وقد خلصت اللجنة إلى التوصيات الآتية واحد تشكيل مجلس حقيقي بحق كل من مدير قسم شرطة الوجيهية لإهماله الوظيفي وضابط مركز الشرطة الدولية لعدم دقة كلامه وتناقض أقواله مع ضباط ومتسبين مفرزة الملزمة للحدث وعدم جدية في اتخاذ إجراءات اللازمة في الإخبار عن المعلومات الواردة إليه تتناسب مع حجم وخطورة المعلومات الواردة إليه وعدم إشعار قسم قيادة العمليات في قيادة شرطة منحافظة ديالة واكتفاءه باتصال هاتفي مع مدير شرطة الوجيهية اثنين تقرر تشكيل مجلس حقيقي بحق مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب المقدادية التابع لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالة لعدم متابعة الميدانية لقاطع المسؤولية واكتفاءه بالعمل الإداري روتيني وعدم جديته في الإجراءات المتخذة للقوة الماسكة بشأن التقارير الاستخباراتية المرفوعة من قسم الاستخبارات التي يديرها ثلاثة تقرر أرضهم على لجنة تنفيذ تعليمات رقم واحد لسنة 2012 للبت في موضوع حالتهم إلى التقاعد والإعاز إلى وزارة الداخلية وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية لنقل الضابطين اثنين برتبة عميد وكذلك ضابط آخر برتبة عقيد إلى قسم شؤون قوى الأمن الداخلية في وكاة وزارة الشؤون الشرطة أربع الإعاز إلى وزارة الدفاع دارة المستشار القانوني لتشكيل مجلس حقيقي بحق مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالة لعدم قيامة بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية وعدم إجراء اجتماعات ومؤتمرات دورية وعدزة عن تقديم مؤتمر واحد منعقد للغرض أعلى للجنة خمسة الإعاز إلى جهاز الأمن الوطني لغرض تشكيل لجنة تحقيقي بحق منسوبهم ضابط أمن الوجهية وأبي صيدة لعدم متابعة القاطع المسؤولية وعدم رفع أي معلومات سباقية عن الحادث ونقل خارج محافظة ديالة ستة الإعاز إلى قيادة العمليات المشتركة هيئة التخطيط لإعادة النظر في انفتاح القطعات الماسكة في قيادة عمليات ديالة سبع الإعاز إلى وزارة الداخلية لنصب منظومة كاميرات مراقبة حديثة مع نصب أبراج كونكريتي في قاطع الوقف ثمانية الإعاز إلى قيادة عمليات ديالة لتنفيذ عملية تعرضية في قاطع الوقف وتطهيرها من عناصر أسابات داعش الإرهابية بالسرعة الممكنة وتفعيل خلية استخبارات لعقد مؤتمر يعمل على تحليل الجرائم تسعة الإعاز إلى شرطة محافظة ديالة لتعزيز الملاك البشري في مراكز شرطة بالمحافظة خاصة قاطع الوقف مع إدخال الضباط الخريجين حديثاً بدورات تخصصية في قيادة شرطة ديالة وعدم زجهم بالعمل الشرطوي إلا بعد إكمالهم دورات التدريبية التطويرية التخصصية عشرة تشكيل فريق عمل من مديرة الإستخبارات ومكافحة الإرهاب ديالة برئاسة مدير مديرية وعضوية كل من معامل المدير ومدير قسم التحقيقات لمتابعة من النفذين وإصدار أوامر قبض وتحريب حقهم بالتنسيق مع السيد قاضي محكمة التحقيق بعقوبة مختصة بقضايا الإرهاب والقبض عليهم بأفق القانون وحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل بسم الله الرحمن الرحيم بتأريخ 17 آب 2023 أمر السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية لبيان الحقائق بخصوص التجاوزات على قطع الأراضي الزراعية في منطقة الجادرية وقد ختمت تحقيق ووقع من قبل رئيس اللجنة والأعضاء بالاتفاق جميعاً بتأريخ 29 تشرين الثاني 2023 ورفعت التوصيات التالية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء التوصيات أليف والبالغ مساحته الإجمالية تسعة وأربعين دونم واخمستعاش أولك والقطع المرقمة 350 على واحد زوية البالغ مساحتها الإجمالية سبعة دونم وخمسة أولك وثمانية متر الذي أدى إلى قيام الوريث عبد الحميد إحسين حميد رضى اللامي بالتنسيق مع المتهم الهارب سلمان محمد إحسين الحلو على بيع مساحات ليست ملكه إلى المواطنين وتقدر بأربعمائة متر مربع بموجب عقود موقعة من قبله وقيامه بتخويل المواطنين المشترين بوكالات صادرة عن دوائر كاتب العدل وحسب ما مبين بالفقرة لا ثباء وإجراء التحقيق الإداري والقانوني حول المعاملات التصرفية المجرات على العقارات الزراعية أعلى من قبل مديريتهم منذ عام 2003 ولغاية الآن لكشف حالات التزوير والتلاعب الحاصلة في سهام ومساحات وأسماء الشركاء والورثة وإحالة من يثبت تقصيره إلى القضاء وفق القانون باء توجيه وزير المالية بفتح تحقيق مع دائرة عقارات الدولة حول عدم متابعتهم الجدية للمساحة المؤالة إلى دائرتهم والبالغة الفين وثمانية وعشرين فاصل ستة بالعشر متر مربع من العقار الزراعي المرقم ثلاثمية وخمسين على واحد زوية والبالغ مساحته الإجمالية سبعة دونم والتي تم الاستيلاء عليها وبيعها من قبل المتهمين الهاربين كل من سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم إشحين الحلفي الأمر الذي سبب هدرا بالمال العام وإحالة من يثبت تقصيره إلى القضاء وفق القانون جيم توجيه وزير المالية بتكليف ممثل قانوني عن وزارتهم لإقامة شكوى أصولية لدى المحاكم المختصة بخصوص المساحة المشار إليها في الفقرة باء آنفاً دال توجيه محافظ بغداد بفتح تحقيق مع مديرية زراعة بغداد وشعبة زراعة الرصافة وذلك لمنحهم موافقة بيع أسهم بموجب كتبهم ذي العددين 11.399 في 17.023 و836 في 14.023 للعقارة المرقم 345 على أربعة زوية دون إجراء الكشف عليه ها توجيه قيادة العمليات المشتركة بالتالي أولاً تشكيل مجلس تحقيق مشترك بحق جميع آمر الفوج الرئاسي القوة الماسكة للأرض في منطقة الجادرية وضباط استخبارات الفوج الرئاسي الذين تولوا المنصب منذ بدء عمليات التجريف ولغاية تأريخ تشكيل هذه اللجنة وذلك لقيامهم بمساعدة المتهمين الهاربين موضوعي بحث اللجنة في عملية الاستيلاء على العقارات الزراعية المرقمة 345 على أربعة زوية و350 على واحد زوية والتي كانت عبارة عن بساتين زراعية والسماح لهم بإدخال آليات ثقيلة بوكلينات وشفولات وتجريفها من نخيلها وأشجارها المثمرة والتعاون والتهاون مع المتهمين الهاربين موضوعي البحث على تقطيعها إلى قطع أراضي بمساحات مختلفة وإنشاء طرق وشوارع داخلها ومد أعمدة كحرباء وأنابيب مياه وأنابيب صرف صح فيها وبالخصوص العميد الركن نصير برهان شفيق الذي كان يشغل منصب آمر الفوج الأول التابع إلى لواء رئاسة الجمهورية الأول والمنسوب حاليا إلى قيادة عمليات طوز خرماته والذي كان يساند المتهم الهارب عباس حميد عبد الكريم البرزنشي الذي تربطه علاقة مصاهرة معه بالاستيلاء على جزء من حصص الورثة والشركاء في العقارات أعلاه ومساومتهم على مبالغ مالية كبيرة تقسم بين المتهم أعلاه والعميد الركن المذكور آنفا ثانيا إلزام لواء رئاسة الجمهورية الثاني بإخلاء جزء من مقر فوج المشاة الرابع والبالغ مساحته 3888 متر مربع كون المساحة المذكورة هي جزء من العقارة المرقم 345 على أربع زوية والذي تعود ملكيته إلى بعض من الشركاء والورثة الذين تم الاستيلاء على حصصهم واو إحالة ملف اللجنة إلى محكمة بداءة الكرادة والتي تقع العقارات الزراعية المرقمة 345 على أربع زوية و350 على واحد الزوية 445 ضمن اختصاصها المكاني للنظر بحصص الشركاء والورثة في العقارات أعلى من بيت اللامي 545 والمشار إليهم بالفقرة اثنيا على واو على سادسا 645 الذين لم يقوموا ببيع حصصهم والتي تم الاستيلاء عليها وتجريفها وبيعها 745 من قبل المتهمين الهاربين موضوعي بحث اللجنة 745 بالإضافة إلى قيام الوريث عبد الحميد حسين حميد رضلامي 845 ببيع مساحات إلى مواطنين تقدر بأربعمائة متر مربع 945 لا تعود له وحسب ما موضح في الفقرة ثلاث باء 1045 واعطاء الحق للشركاء والورثة الذين لم يثبت قيامهم 1045 ببيع حصصهم بمراجعة المحكمة أعلى للمطالبة برفع التجاوز عن حصصهم 1145 ومطالبة المتجاوزين الذين قاموا بالاستيلاء عليها دون وجه حق بتعويضهم عن مقدار حصصهم المفقودة 1245 وقت وضع اليد عليها من قبل المتجاوزين 1345 بالإضافة إلى أعطاء الحق للمواطنين الذين اشتروا قطع أراضي من قبل الورثة والشركاء 1445 وشيدوا دور سكنية لهم بإقامة دعوة تملك السهام المباع لهم لدى المحكمة أعلى بصورة أصولية 1445 شكرا